السلام عليكم اشتركوا في القناة موضوع الحلقة اليوم عن سرطان القولون والمستقيم والزوائد سلائل القولون طبعا هي نمو غير طبيعي لعدد من الخلايا أو كتلة من الخلايا في بطانة القولون فهي يختلف حجمها ومكانها وشكلها فكل مكان عددها أكبر أو بأماكن معينة من الكولون فممكن احتمال تتحول لخلايا سرطانية هي نوعين ورمية وغير ورمية غير ورمية هي غير ضارة هذه السلائل غير ضارة بينما الورمية في احتمال كبير تتحول إلى سرطان طبعا سرطان الكولون له عدة درجات أخطرها هي الدرجة الرابعة والخامسة بمراحل متقدمة جدا وممكن يسبب الوفاة طبعا المعرضين أكثر الذين يصبح لديهم سلائل أو الزوائد اللحمية في الكولون هم المدخنين بيشربوا كحوليات اللحمية غذائية غنية وجبات سريعة عندهم زيادة بالوزن في تاريخ عائلي طفرات جينية أو أمره خمسين سنة فما فوق عنده احتمال أكبر الأعراض هي في معظم الأحيان لا تظهر أعراض ولكن إذا ظهرت الأعراض فيكون ألم بالبطن ظهور الدم بالبراز اختلاف طريقة التغوط فأحيانا بيصير إسهال مزمن لمدة أسبوع أو أكثر أو ممكن يكون إمساك مزمن لمدة أسبوع أو أكثر طبعا طريقة التشخيص عن طريق التنظير وخلال عملية التنظير يكون الطبيب يزالة هذه الزوائد ممكن التصوير ولكن التنظير هي أحسن بكثير لأنه ممكن يزيل هذه الزوائد مباشرة طبعا مثل ما قلت لك يعتمد العلاج حسب عدد الزوائد حجمها أماكنها ممكن تحتاج أنك تراجع الطبيب أو إجراء عملية التنظير عدة مرات حسب الحالة فممكن تتراوح عملية التنظير أنك تعيدها عدة مرات من ستة أشهر لعشرة سنوات حسب حجم هذه السلائل شكلها مكانها أماكن توضعها أنا أعطيك الآن مكمل غذائي آمن إذا استعملته على مدة شهرين ممكن تحصل على نتائج مذهلة طبعا هذا المكمل يحتوي على مادتين اللي هي البوسويلا بالإضافة لمادة الكركمين طبعا هؤلاء المادتين إذا أخذت حبتين باليوم عيار 500 ميلي جرام أول شيء المادة الكركمين اللي هو مستخلص من جزور الكركمين سينقص عدد هذه السلائل بمقدار كبير جدا ويخلصق من هذه السلائل ويصغر حجمها بالإضافة لمادة البوسويلا هي ستمنع تحول هذه السلائل إلى سرطان وهيك أنت بكون نجوت من أخطر سرطان مثل ما تلك اللي ممكن يسبب الوفاة في المراحل المتقدمة العلاج الطبي لهذا السلطان هي إزالة أجزاء من هذا الكولون بالإضافة للكيميائي وبعض الأحيان لا ينجح فممكن يتوفى المريض تكمل ما يحتوي على البوسويلا بالإضافة لمادة الكركمين عيارة 500 ميلي جرام تأخذ حبتين في اليوم لمدة شهرين كل يوم مع الطعام ستحصل نتائج مذهلة سيقل عدد السلائل والزوائد اللحمية بالكولون سيمنع تحولها إلى خلايا سرطانية وفيك تستشير طبيبك لتحصل على أفضل نصيحة وشكرا متابعتكم والسلام عليكم